يأكل الجفاف بنهم شديد الماء والمساحات الخضراء في بلاد الرافدين وعلى وقع الجفاف المتصاعد يدخل العراق موجة لاهبة تبلغ ذروتها خلال موسم الصيف والتي تعرف بجمرة القيض التي ترجح أن تتجاوز فيها درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية ويعاني العراق من أزمة جفاف اشتدت حدتها منذ ثلاث سنوات بعد انحصار المياه في نهري دجل والفرات إزاء قيام تركيا بتشغيل سدود العملاق وقيام إيران بحرف مسارات الروافد والجداول التي تصب داخل الأراضي العراقية تستعر حرب تغير المناخي إذن محولة معدلة الارتفاع بدرجات الحرارة إلى أرقام قياسية في مناطق لم تحتد عليها من قبل حيث بريطانيا التي تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد أن سجلت درجة حرارة تاريخية وصلت إلى تسعة وثلاثين فاصلة واحد لأول مرة إذن في تاريخ المملكة المتحدة تصل درجة الحرارة إلى حاجز الأربعون درجة مئوية موجة حر شديدة تجتاح جنوب غرب أوروبا مسببة الحرائق في الغابات والمساحات الحرجية لندن علقت الحركة الجوية في مطار لوتن بسبب عيوب في أرض المدرج ناجمة عن ارتفاع الحرارة احتراق سيارة في أحد شوارع بريطانيا بسبب موجة الحر غير المسبوقة خبراء المفوضية الأوروبية قالوا إن قرابة 46% من أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة لجفاف يستدعي التحذير منه و11% عند مستوى الإنذار إذ باتت المحاصيل تعاني من نقص المياه بدورها حذرت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام من خطورة التغير المناخي مؤكدة أنه يجب العمل معا على الفور أو الانتحار الجماعي إذ أكد جوتيريش أن نصف البشرية الآن يعيشون في منطقة الخطر ترجمة نانسي قنقر